مجلس لثمان دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تم النهاردة الإعلان رسمياً على هذا التحرك وهذا المجلس هو يعتبر تكتل سياسي جديد تكتل سياسي وعسكري وأمني واقتصادي يضم مصر السعودية الأردن السودان اليمن الصومال جيبوتي إريتريا دول التمن دول المطلين على البحر الأحمر وعلى خليج عدن يتم الإعلان وتأسيس رسم اليوم كان حاضر النهاردة وزير خارجية سيد سامح شكري حاضر هذا التأسيس وهذا الإعلان اليوم خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو قادة الدول السبعة بالإضافة للمملكة العربية السعودية إلى اجتماع إلى إعلان وإلى قمة تضم قادة الدول التمانية هذا التجمع بيعني إيه؟ أولا منطقة خليج عدن والبحر الأحمر هيكون هناك زي ما نطلق عليه كده التحالف ما بينهم للدول التمانية لأنه العالم رايح لهذه المناطق طبعا تهديدات الموجودة لازم تواجه هذه التهديدات أطمع بعض الدول الإقليمية والدول الكبرى أطمع لها في هذه المنطقة إنه هذه المنطقة كمان هي شريان حقيقة بالنسبة لي حركة التجارة العالمية من خلال باب المندب وقناة السويس فتأمين على أعلى مستوى تنسيق عسكري وتنسيق أمني ما هو عسكري لازم وتنسيق عسكري يعني بعض الناس يقول لك آه ده هو رقم إني هنحاول بقدر إمكان نصل ليه اللواء أحمد المسماري بنحاول إن وضع طبعا الاتصالات وظروف المختلفة للوضع كمان زي نقول لكم فإذن النهاردة التحالف السياسي والعسكري والأمني ما بين الدول التمانية مملكة العربية السعودية موجود في المملكة العربية السعودية وهتكون العاصمة السعودية الرياض مقرا لهذا المجلس اللي بيضم زي ما قلت لحضراتكم تمن الدول مطلة على البحر الأحمر وعلى خليج عدن وإنه تم الإعلان الرسمي اليوم عن هذا التحالف هيتم طبعا رفع الأمر لقادة الدول التمانية في مساق بيتم أيضا إقراره التوقيع تم اليوم وهيكون أيضا فيه اتفاقيات ربما فيما بعد تتعلق به الجوانب العسكرية جوانب الأمنية استخبارية جوانب السياسية ربما يكون أيضا جوانب اقتصادية أيضا في هذا التكتل أو هذا المجلس الذي يضم 8 دول 8 دول تضم حوالي أكتر من 200 مليون نسمة في الدول التمانية وبالتالي هو تجمع مهم للغاية مهم لأمن واستقرار هذه المنطقة مهم أيضا لحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب في هذه المناطق وبالتالي أيضا أهمية هذا التجمع النهاردة دولة الإمارات العربية المتحدة طلعت بيان أشادت به ويعني ثمنت هذا التجمع وهذا المجلس وأشادت به الخطوة التي اتخذتها الدول التمانية بالإعلان عن هذا المجلس الذي يكون أيضا مهم فيه لاستقرار وأمن والسلامة في هذه المنطقة لأنه زي ما حنا بنتابع هناك دول إقليمية بتزعزع أمن المنطقة دول إقليمية بتحاول تتواجد ويكون لها موطئ قدم